علشان أقدر أفهم برضو السادة المشاهدين يفهموا لازم نشوف هذه الأزمات ماذا خلفت في الداخل الإسرائيلي وفي الداخل الأمريكي علشان أفهم إيه اللي حصل في صوت عاقل من 2015 بيقول للعالم انتبه هناك مبادرة عربية لحل القضايا الفلسطينية وينبغي علينا أن نتبنى هذه المبادرة التي أسست على مرجعية أصله والتي أسست على مرجعية قرارات الشرعية الدولية للأمم المتحدة في هذا الشأن سواء عن طريق مجلس الأمن أو الجمعية العامة ومن ثم هذا الصوت العاقل الذي انطلق من الأرض المصرية بعد استعادة مؤسسات الدولة المصرية عام 2015 لقى ترحيبا من القوى المعتدلة في العالم لكن دتيجة تفاقم الأزمات في العالم بأكمله واتضح صورة الحرب البردة اللي احنا بنتكلم عليها بدأ نوعه من أنواع الانحياز أو تكتل للأطراف الكبرى في معسكرات متشابهة هتلاقي المعسكر الغربي ابتدت تبن ملامحه مباشرة أزمة داخلية في إسرائيل قوامها أزمة تتعلق بالتجنيد أزمة تتعلق بأحكام القضائية أزمة تتعلق باحترام الدستور أزمة تتعلق بالوضع الاقتصادي الصعب جدا أزمة تتعلق بشخص نتنياهو وأعضاء حكومته اليمينية المتطرفة في الداخل الأمريكي لدينا العديد من الأزمات أيضا أزمات اقتصادية أزمات اجتماعية أزمات تتعلق بانتخابات قادمة مقدمة على أهل الولايات المتحدة الأمريكية في 2024 وسط تصاعر رفض واضح من قبل العديد من القوى الشعبية وقطعات كبيرة من الشعب الأمريكي التي باتت تنظر إلى الأداء الأمريكي تجاه الأزمة الروسية الأوكرانية ليه حركة حماس عملت ده؟ حركة حماس عملت ده نتيجة عدم الالتزام الإسرائيلي باحترام الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني نتج عنه عدم احترام جيش الاحتلال للمقدسات العربية إسلامية منها ومسيحية صحيح عدم احترام حقوق الشعب الفلسطيني في ممارسة سياتو عدم احترام وسطات الأطراف العربية المختلفة كلنا نفتكر عشرين واحد وعشرين علي الوزير عباس كامل توجه إلى الأراضي الفلسطينية بعد أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي من فاريس مبادرة للهدنة ودي اللي كللت بالنجاح وكللت الجهود في التهدئة في هذا التوقيت وشفنا إعادة أعمار غزة اللي مصر شرعت فيها بقوة والشركات المصرية تعمل في الداخل والإعلام المصري كان متواجد هناك في هذه اللحظات لكي يبث الأمل في نفوس الشعب الفلسطيني والثقة في نفوس الشعب الفلسطيني والشعب المصري بالريادة المصرية صحيح مصر تتعامل بشرف وتحث على التوصل إلى السلام طوال الفترة السابقة سنتين ومصر بتناشد المجتمع الدولي اتطلع بمسؤولياتك الأزمة على وشك الانفجار لا أحد يستمع لصوت العقل إلا انفجرت الأزم إشكاليتنا بعد انفجار الأزمة في المعالجة أو السردية اللي النظام الغربي أو الإعلام الغربي صورها للأزمة وأدت إلى كل هذه التدعيات المسبوكة وفقا لفهمنا لمفهوم الحرب البردة اللي احنا اتكلمنا عليه إن كنت عندك كتلة تشكلت مرة واحدة دعمة بقوة إلى مالة نهاية لدولة كان الإسرائيلي ترجمة نانسي قنقر